الدرس خمسة أتدرب على حل المسائل أبحث عن المعطيات الدخيلة في وضعية لفظية ما هو المعطى الدخيل؟ المعطى الدخيل هو المعطى الذي لا أحتاج إليه لحل الوضعية ويمكن الاستغناء عنه وإليكم بعض الوضعيات التي سنتطرق إليها في درس اليوم الوضعية واحد لسلمة خمسة وعشرون ديناراً ولأخيها عشرون ديناراً أرادت سلمة شراء محفظة جديدة ثمنها ثلاثة عشر ديناراً ومجموعة قصص ثمنها أربعة دينار خفض لها البائع ألفاً وخمسمائة مليم في ثمن المحفظة وخفض لأخيها ألفان مليم في ثمن الكتب التي اشتراها هل يمكن لسلمة أن تشتري بالمبلغ الذي بقي عندها ميدعة ثمنها ثلاثة عشر ديناراً الوضعية اثنان حقل مستطيل الشكل طوله ستمائة متر وعرضه ثلاثمائة متر اكتراه فلاح لمدة خمس سنوات متتالية بثمانمائة دينار للسنة الواحدة كم دفع الفلاح لصاحب الحقل بعد كتابة العقد؟ الوضعية ثلاثة ثمن التذكرة ألف ومئتان وخمسون مليم تحمل سيارة الأجرة خمس ركاب واحد أحسب مداخيل سيارة أجرة بعد خمس سفرات اثنان أحسب المسافة التي تقطعها سيارة الأجرة في خمس سفرات المطلوب واحد أكتب المعطيات غير الضرورية لحل الوضعية الأولى المعطى الزائد نسبة التخفيض التي تحصل عليها الأخ عند شرائه للكتب وخفض لأخيها ألفين مليم في ثمن الكتب التي اشتراها اثنان أعيد كتابة الوضعية الثانية بعد أن أحذف منها المعطيات غير الضرورية للحل المعطيات غير الضرورية للحل هي شكل الحقل وقيس طوله وعرضه حقل مستطيل الشكل طوله ستمائة متر وعرضه ثلاثمائة متر الصياغة الجديدة للوضعية بعد حذف المعطيات الزائدة هي اكترى فلاح حقلا لمدة خمس سنوات متتالية بثمانمائة دينار للسنة الواحدة كم دفع الفلاح لصاحب الحقل بعد كتابة العقد ثلاثة أحرر وضعية لفظية تناسب الوضعية الثالثة دون استعمال المعطيات الدخيلة إن وجدت الوضعية اللفظية يسلك صاحب سيارة الأجرة مسافة ستين كيلو متر الرابطة بين تونس وبنزرت مستحبا معه خمس ركاب واحد أحسب مداخيل سيارة أجرة بعد خمس سفرات أحسب المسافة التي تقطعها سيارة الأجرة في خمس سفرات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر